افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعمال دورته السنوية بحضور دبلوماسي وأممي متميز وبدأ المجلس أعمال دورته بدقيقة صمت على أرواح ضحي الزلزال في المغرب وشاركت المملكة بوفد يترأسه المندوب الدائم للمملكة في جونيف وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في كلمته في الجلسة الافتتاحية على الأهمية القصوى لقضايا تغيير المناخ مضيفاً أن منطقة الشر الأوسط تواجه ندرة غير مسبوغة في المياه محذراً من تداعيات ذلك على الأمن الغذائي مطالباً الدول بالتركيز على التنمية المستدامة المجلس الأممي لحقوق الإنسان يستعرض في دورته الحالية التحديات المطروحة على الساحة الدولية مثل قضايا العنصرية والأقليات وكراهية الأديان والإرهاب والتغييرات المناخية وانتهاكات حقوق الإنسان وقضايا الديمقراطية وسيادة القانون وسط تحديات تشهدها الساحة الدولية من صراعات وكوارث إنسانية افتتح مجلس حوال الإنسان دورته الرابعة والخمسون طه يوسف حسن قناة الإخبارية مجلس حوال الإنسان جونيف